بدأت السلطات العليا للبلاد في هذا الميدان هذا إذ أعطت أهمية وأولوية كبرى لهذه التخصصات هذه يعني رأنا نشوف حضور شركات دولية تشارك في هذا الصالون هذا التخصص هذا الطاقة المتجددة للدول الكبرى والدول المتقدمة الآن رأي تعطيها أهمية بالغة لما في تأثير إجابي على المحيط وعلى البيئة اللي هي التعدل الآن من تحديات الكبرى في البلاد المحافظة على البيئة وجاءت الفرصة نحن كأسرة الديوان الوطني التطهير رحنا هنا في تكوين ورحنا نشوف هذا الصالون هذا يعني إن شاء الله تكون عندنا رؤى استراتيجية في المجال كمحطة تصفية دوقنا محطة تصفية أعطتها الدولة الآن اهتمام كبير وكان بزاف طموحات عندنا في هذا المجال هذا الطاقات المتجددة عن طريق محطة تصفية الأوحى اللي غاد يكون من مخلفات تصفية رحنا نأمله يعني يكون كان برنامج كبير في هذا المجال هذا اللي هو الطاقات المتجددة مع جميع الشركاء من شركات الوطنية وشركات الخاصة السلام عليكم، شكرا لكي بتم مهل بطاعتنا في استرقائل قدم لكي بمجال راني رابح ومسائر شركات كوسون في تصفية نامنا نفترض من جانب المجال للى البطاعة المجال والمجال لكي تصفية للفعلات الجزئية على طريقة الأ تصفية من شاء الله نساء اللي هل يتسمون الجانب المصطرين. حيث نظر ، من الجنال الصعود لأكبر سعر بيضاكتر على سيتيالة عليها مفتر بيضاكتر مفتر بيضاكتر ويمتر منتول وفي ذلك شهر يمكن أن نستطيع سوباكتر مع المكروضhum من الحيط أعرفنت انهو هذا نظر بيضاكتر بالتصوص Но هذا النوع من نفس الموضوع هو انه قد يسرع للمعارضة للجزايرية للجزايرية جيدة إلى مدى المعارضة جمعنا في الصعب وظيفة ومعارضة س將 ، أيضاً ومحارفة المناجئة المنوعة السيارة المنوعة فيها المناثر، تجعل استثمار في الجنوب على المشاكل ومشاكل بالأبار لدينا أيضا ذلك ولكن أما في المنازل لا يتجعلون سلسل اليوم انا نجعل هذه السلسلة على تنقيم على الماء أو في الأسولة التي بإمكانت تنقيم لتنقيم على تنقيم لكي تنقيم هذه السلسلة لإيجابة هذه الإنهار لتنقيم الروسي من المتلقين من تنقيم من الزوارات وهو على حيث تحيخ في تواجهيها في الإنترات والمعروف في التطورية ومن يتطلق اليوم يتطلق اليوم هذه الانوجهات في موضوع في الانترات المحلية ومعروف في الانترات المتحول إلى الانترات العملية ومن المساعدين يترجع اليوم الهدى للحمدلله فونا نتشعه في المنزل للا فارة العجين الحمد لله ستنبال غيوجيت ونحن جددنا بكثير من التعامل مع الانتروبريزات التكوية ويشترياء في اليوم هذه اول مشاركة في جوان اشاركنا في المعرض للمعرض الجزائري وهذا اول مشاركة اعدنا في الصالون الانترنسيوني حسنا المشاركين في هذا الصالون الوطني هو فرع من شركة سوجرويت اللي هي مدخصة في اللاتي هي جسون يشترك أمودة تشغيل الإدراكس هذا يشترك أمودة في إطلاع المطاقة فطرق أمودة في المنزل يشترك أمودة في المخطوات ويسرح أمودة إلى مكان المنزل ويسرح أمودة إلى أمودة إلى مكان المعارضة الإنتمات الأخوانية. نعم، على شخص ، كما أخذت فرام، نعم، سنستخدم، يجب أن تتكلم إلى مدينة برداء. Mengنطفق، تدع تكلم مدينة برداء، تدعو 7 مدينة برداء في أنداف قط، بني مارين، بني تموين، المدينة ليس إلعان أصبحت أفضل على بالمجارب بشاير شدينا أجريات للشاركة التي تأتيها ستتحت ملأة إلى البجايا الذي أساسها القديم وهنا نقيق المقتد من الممكن عملها في هذه المنزل المتحدة في 2023 و2022 نحن نقوبة المنزل وصباح بشار الم يواجب المساعدة في بشار الأشياء في المنزل إلى بشار الأدوية لأن هناك بعض الأراضيات مع المتاكسة، نحن عليهم أن نجح للمطاكسة ذلك. طيب عبد الحاكم الوهم، رئيس مدير عام شركة تونيكاد، شركة مختصة في صناعة الكواب الكهربائية، متواجدة على مستوى المنطقة الصناعية في مدينة بيسكرا، هي شركة مختلطة بين القطع الخاص والقطع العام. القطع الخاص يتمثل في مجمع كوندور إلكترونيكس الذي يحوز على 70% من الأسهم ومجمع إليك الجزائر الذي يحوز على 30% من الأسهم الشركة لديها مساحة إجمالية تقدر ب42 هكتار عدد عمال الشركة يقدر حوالي 650 عامل نحن مختصون في صناعة الكوابل الكهربائية ذات الضغط المنخفض الضغط المتوسط والضغط العالي متواجدون في هذا الصالون الخاص بالطاقات المتجددة باعتبار أن الشركة تساهم بشكل كبير في صناعة الكوابل ذات الطاقة الشمسية التي تدخل في تركيب الستاسيون سولير التي أطلقتهم مجمع صناع الغاز على مستوى الوطن باعتبار أن الشركة مختصة في هذه الكوابل الكهربائية ذات الطاقة الشمسية نحن دائما متواجدون في هذا الصالون بسم الله الرحمن الرحيم سيد قريمس يوسف رئيس دائرة الأملكة على مستوى الجزائرية المياه المديرية العامة اليوم رأنا في الصالون الطاقة المتجددة جزائرية المياه هي شركة مسؤولة على إنتاج وتوزيع المياه على مستوى كافة الوطن وهي سير حاليا أكثر من خمسة وخمسين ولاية مسؤولة على إنتاج المياه الصالحة لشرب وأيضا مسؤولة أيضا عن توزيع المياه الصالحة يعني المحطات الضخ والسطوكاج والخزين وحتى المواطن الاستهلاك بالنسبة للمشاركة الجزائرية المياه في الصالون اليوم شاركنا عن طريق استعمال الطاقات المتجددة في إنتاج المياه من بين الطاقات المتجددة التي نحن في طور الدراسة مع جامعة ببزوار وين دينا دراسة حولة إنتاج الإدروجين وليد رجل الهدروجين وليد رجل الهدروجين استعماله كمبستيبل لأستعمال الإنراجي الإلكتريك التي سنستعملها في ضخل المياه وإنتاج المياه هذا من ناحية أخرى سنكون معا ممتع في الجلفة لأستعمال الإنراجي الإلكتريك بسبب الإنراجي الإيدروليك يعني من الطاقة الهيدروليكية ننتجو الطاقة الهيدروليكية طبعا هي موجودة عندنا كجزائرية المياه ننتجو بها الطاقة الكهربائية من أجل استعمالها أيضا في المشاريع هذا ما راهم أيضا وعندنا مشاريع أيضا اللي استعملناهم الطاقة الإنراجي صولير اللي راهم من بينهم اللي راح نخلي الزاميل يتحدثنا عليه اللي هو راه ريسبونساب لصورة البروجي هذا ويستعملنا طاقة متجدة متمثلة في الإنراجي صولير أحمد اسميل أبو علي إطار دراسات وتسميم على مستوى جزائرية المياه وحدة سعيدة فيما يخص المشاركة تعني في صالون التاقات المتجددة اللي هي تمت على المشروع اللي قامت بيها المديرية العامة في إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب لمدينة سعيدة بلدية أولاد خالد وبلدية عين حجر في الحصة رقم 6 اللي متخصة بالتحكم الآلي عن بعد للمشاءات القاعدية الهيدروليكية اللي مساء للمؤسسات بحيث استعملنا كين عدنا خزانات اللي غير موصولة بالشبكة العمومية للكهرباء دونك قمنا بدراسة وحملنا الألوح الشمسية باش ن مشو الخزانات هذي بالخزانات الكهربائية تاحا اللي فيها الاطومات وفيها الموضم دي كوميناكسيان دي كاتجي بلوس عدنا اللي فان موتورزي سيدي سابوموتر سيدي كابتور دونييو التراسان هذو قادرناهم يعني بتاقة شمسية يعني ما نحتاش الكهرباء العمومية وغلنا دراسة على مستوى تمانية وخمسين ولاية حيث كل الخزانات الغير مربوطة بالكهرباء العمومية راح نديرولها الالوح الشمسية كمرحلة أولية بدينا بولاية سعيدة وفي تاني مشروع آخر اللي هو بالنسبة ما يخص السناديق الدفع يعني تاني هو ما غاد نديرهم الطاقة الشمسية باش يكون يعني ما كوش مربوط بالإنقطاعات الكهربائية ولا السوالة هادي هذا هي المستقبلا إن شاء الله هي الهدف يعني باش نبينو المجهودات الجبارة اللي تقوم بها الحكومة يعني بوزارة ري وكمديرية عامل جزائرية المياه نشاركو ولو بقليل باش نديرو اللي كونومي دي نارجي ومندخلوا عملاء صعبتين للحكومة تعنا بإنتاج وفي الضخ هذو الأمور اللي يكلفوا طاقة كهربائية كبيرة يعني لازم لهم طاقة كهربائية كبيرة من أجل الإنتاج إذلك حنا رانا ننسي دوتوليزي لنرجي لنرجي بلتو تبع الانرجي كلاسي كمي لنرجي رونوفلا بالطاقة المتجددة من أجل لننطبع المنشأة من أجل من أجل ونعوضوها بالطاقة المتجددة هذا خطر لأن الشركة تعنا راهي الشركة يعني نحتاجوا هذي الانرجي هذه وما نقدروش نبقى 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 نتكلمو غير على الانرجي كلاسي كمي كالكسي لازم لنا للطاقة المتجددة من أجل تطوير من أجل تطوير المنشائة تعنا وأيضا من أجل انقص الاستهلاك وانقص الضغط على الطاقات التقليدية. ما يخباش عليك بالليتاني كيف ستقوله؟ كيف ستقوله؟ كين اتفاقية مع الحكومة الجزائرية والكميتي أوروبيا بردميني لفيتسار. البروجة هذا كشول عندنا قيمة معينة من السي اوضو لازمنا نقصها. وهذا المشروح ستكون في 2020 إلى 2030. يعني في 2030 يجب أن الدولة الجزائرية تصل إلى القيمة معينة تحتها. هذه الأشياء ستجعل مجهودات كبيرة في استثمارات المروحية الهوائية الطاقة الوحي الشمسية التوربين إنتاج الهيدروجين الأخضر ما بحتى الهيدروجين الأخضر يعني الدراسة اللي رأيك هنا ستكون من البداية تاحها للنهاية تاحها عدم استخدام الطاقات العادية يعني باش نديروه تحليل المياه لازمنا طاقة. طاقة هذي سنجيبوها من الألوح الشمسية. يعني حاجة الأولى استخدمنا مصدر أول الشمس يعني الألوح الشمسية الطاقة شمسية ثانية شيء رأينا نستخرجنا الهيدروجين نقومه بعملية تخزين من بعد نستخدموه كواقود للمحركات اللي تمشي بالديزل يعني بدينا بالطاقة الشمسية كمنا بالهيدروجين لازمنا نطور لازمنا نواكب